عقدت بمدينة شرم الشيخة الجلسة الأولى في الحوار الوطني لحزب حماة الوطن لمناقشة نشر الوعي ومحاربة الشائعات وتناولت الجلسة خطورة الشائعات على المجتمع ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على زيادة الشائعات وطرق التصدي لها لكونها تؤثر بسبب على المجتمع سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أما يتبع من ضغوط نفسية على المواطنين كما تم فتح جلسة حوارية بين الشباب لتوضيح طموحهم وماذا ينتظرون من المجتمع وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تؤهلها الدولة للشباب حتى تؤهلهم للملاصب القيادية